السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبايا وأصدقائي النهاردة هنشرح لكم من تطبيق محرر الصور وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو هنصنع لأي استيكر التأثير اللي انتوا شايفين ده التأثير الطين اللي انتوا شايفينها على الاستيكر ده زي ما انتوا شايفين كده من تأثير المطر هنعمل التأثيرات دي وان شاء الله هنوضح لكم في المستقبل شيء بشيء لما نعرف كل شيء عن هذا التطبيق لأنه التطبيق ده يعني مختصصه كل شيء اول حاجة احنا عايزين ناخد اللون اللي هو بتاع الطينة ازاي ناخده اللون بتاع الطينة او اي لون احنا يعجبنا هنجيب مثلا ندخل على ايه اه كتابة او صورة من هنا كده ونضغط على الزايد ونختار المربع ده اللي شايفينه وندخل على التعبية وندغط على اللون الاعلى او اللون الاسفل من اي شكل اي شكل وندغط على القطرة اللي انتم شايفينه دي اتحدد لي هنا اللون بيقول لي عايز اني لون هختار كده هاجي على اللون اللي انا عايز ااخده واشفه هاخد الدرجة بتاحت اللون ده كده انا خدت الدرجة بتاحت اللون وتكتب لي هنا زي ما انتم شايفين ادي الدرجة بتاحت اللون وادي دست موافق وهضغط هنا ده حتى لو اي لي فيه اي لون تاني حتى لو هو لونه كده مثلا احمر مثلا يعني لو انا دغطت هنا هيشف في اللون التاني هيبقى كده نفس اللون نفس الدرجة اللون هنا نفس الدرجة اللون اللي على الاسفل لون واحد طيب الشفافية هاخليها للاخر هنا هاخليها عادي مش اختار هنا ولا اختار هنا لا اختار عادي وبعد كده التعبية دول اخليها على زيرو هلغيها اللي هو الظل اللي تشوفين الخط الخارجي اخليه والظل هنا اخليه كله زيرو يبقى انا اخترت هنا اخترت هنا الزبط هنا خلاص اخش على الشكل اجيب النجمة بقى انا ممكن اجيب اي شكل تاني لكن انا اختار النجمة عشان هعمل حاجة معينة طبام انا اخترت النجمة كده اداني نفس الدرجة بتاعت اللون وتاعت الطينة طيب هنجيب ستيكر خلينينا نرجع كده ونجيب ستيكر عادي وزي ما انتم شايفين كده انا جبت ستيكر فاضي اهو مفوش اي تأسيرات وهضيف عليه التأسير طبعا دخلت على كتابة وصورة بعد ما جبت الستيكر دخلت على الخانة بتاعت كتابة وصورة واضغط على المربع ده واختار الاعتماد اللي انا احتمدته وضبطت التأسيرات بتاعته نضبط الاول اللي تحت دي جبت النجم عشاء خطر اسيب فراغ زي ما انتوا شايفين كده واضغط هنا كده وعمل تقرير اقرر يعني انسخ منه تاني واضبط على حسب ما انت شايف كده وعلى حسب ما يوافق معك برضو اقرر هنا برضو يبقى انا هنا قررت على العمل على هي تألتة اهو يبقى انا عملت تأسير كين طينا برضو زي ما انتوا شايفين اهو ازبطها على حسب ما انت شايف برضو صح وعلى حسب ما يبقى مناسب معك على حسب اللون يعني احيانا بيبقى اللون بتاع الستيكب بيبقى قوي شوية ما اللي يبقى قوي شوية ممكن انت هنا تعمل تعديل وتخش بالنسبة للشفافية وبالنسبة لللون ودرجة اللون ممكن تعدل فيه زي ما انت شايف هنا كده بتعدل في اللون وتختار تشوف اللون اللي انت تناسبك يعني زي ما انت شايف بشوف هنا برضو انا هنا بخليها على حسب لون الستيكر طبعا هعمل تكرير واروح راجع فين طالح هنا كده وارح تاني برضو اكرر تاني برضو وارح جاي عليها هنا حدد عليها واجيب يبقى انا كده عملت تأثيرات الطينة اللي تشايفين هدي زي ما انت شايفين كده اهو كده زي ما انت شايفين عملت اه تأثير كي اني طينة ده بالنسبة للطينة احنا عملنا بالنسبة للطين اللي هي في الاستيكرات والحفلات زي ما بشوفوها اثار المطر واثار السفر وكده وجاي العربية من المشور بعيد طيب بالنسبة للتزليل الازاز وبالنسبة للحيات دي برضو هنشرحها وبنفسها هزا الطريقة لكن ليها درجات الوان تانية انت بتختار هنا بتتحكم في الالوان وبتتحكم في درجة اللون زي ما انت عايز عمل عشان تحفظ ويجيلك هتضغط على على علامة الصحري وهتضغط على السهم اللي نازل ده كده لو انت حفظت كده الستيكر هينزل عندك اي ستيكر هينزل عندك بس التصديل مش هيبان لان السيغة دي صورة عادية هيبان الستيكر المكتوب على البودي بتاع العربية لكن الزجاج والازاز لو فيه مكتوب على الكتابة مش هيبان لكن عشان يبان التصديل بسيغة بي ان جي اللي هي السيغة دي تمام تمام اللي هي السيغة دي وادغط هنا كده يبانا كده ضغط وحفظت بسيغة هيظهر فيه الكتابة ويظهر فيه الستاير اللي انت شايفينها اللي في الازاز ده تمام لكن لو انت حفظت بالسيغة التانية السيغة دي مش هيظهر كده على الله يكون بس يعني قدرنا يعني نوضح بعض الامور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته